اشتركوا في القناة هذا الدين يا أخواني والله العظيم الحمد لله أنا هيك موقتي هيك ومركب غلط بأفهمش الدين لا لحية ولا جلباب ولا كلام في الدين بأفهم الدين نجاح في التجارب العملية صح؟ انت روح ودخلت هندسة مش مهندس ليش؟ ما تخرجتش مش مهندس انت صح؟ هو دخل تخرج أخذ الشهادة هو مهندس مزوط؟ ايه؟ انت مدين أنا مدين لا لا انت ولا أنا لازم نتخرج لازم نتخرج في الدين عارف كيف تتخرج؟ تدخل امتحانات الفتن أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمننا وهم لا؟ ما ينفعجوا أنا مؤمن أنا مسلم الله قال لا يدي على لحيتك بالكلام الله قال؟ بالكلام أنت مسلم أنت مؤمن؟ حفتنك أنا هاختبرك هاختبرك أمام السلطة ها؟ أمام الشهوات أمام الشبهات أمام المال أمام الطمع أمام الفزع أمام أشياء كثيرة وحين تنجح امتحان مثل أي امتحان يعلم الله إذا انجحت الحمد لله في معظم هذه الامتحانات أنت دين أنت متدين وصدق إمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام الشهيد العظيم أبو الشهداء ما يقول حسين؟ ذكر ما أكثر مرة يقول إنما الدين لعق على ألسنة الناس دين لحسة عسل بالحسون نزال عسل دين 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 والله والرسول والسنة ما شاء الله؟ أشغلات سهلة هذه وتخذع الناس قال إنما الدين لعق على ألسنة الناس بعد إيش قال قال فإذا نزل البلاء قل الديانون البلاء والبلاء مش بس في ساحة المعركة لا 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 كما قلت لكم البلاء أمام شهوة أمام شبهة أمام سلطة أمام مال أمام فرصة لمحرم تعلوا بها تعز بها تقول لا إني أخاف الله ما بدي هذا البلاء إذا انجحت فيه معظم هذه الاختبارات ستأخذ شهادة التخرج بإذن الله تبارك وتعالى مثل ما قال سيدك رسول الله عليه السلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبطاها بعضهم عودا عودا يعني مرة إثر مرة مرة إثر مرة قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على مثل قلبين اللهم اجعلنا أي من أصحاب القلب الأبيض قال قلب أبيض مثل الصفا مثل حجر الصوان الجميل تزل عنه الفتن لا يتتماسك عليه أي فتنة لا يتشرب الفتن قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا على هذا الصفا بحق لا إله إلا الله لماذا يا أخواني متخرج صاحبه متخرج تخرج في مدرسة الرحمن امتحنا ونجح ابتولي ونجح ايه مش بالمظاهر مش بالكلام امتحنات